أعلن الجيش الوطني الليبي سيطرت على معظم مداخل مدينة درن الليبية من الناحية الغربية وقال المتحدث باسم القوات الليبية إن الجيش سيطر على منطقة صناعية في درن وعلى تلال استراتيجية وأضف أن أكثر من مائة من قوات ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درن أو قوات حماية درن قتلوا بينما سلم مائة آخرون أنفسهم